وسط أنباء تشير إلى تحولها إلى معركة استنزاف طاحنة تقف معركة تحرير الموصل أمام نفق مظلم فيما تبرز في المقابل المأساة الإنسانية لمليون شخص عالق بالمدينة فالمعركة رغم بداياتها القوية والسريعة إلا أنها تعثرت بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية وهو بالتأكيد ما دفع القوات الأمريكية للإعلان بشكل مباشر عن تكثيف وتسريع وتيرة مشاركتها في المعركة خطوة واشنطن بتكثيف التدخل في الموصل على الأرض تقاطع مع تلميح القائد العسكري الجديد التحالف الدولي بأن هزيمة التنظيم الإرهابي في الموصل والرقة والاجتثاث خلاياه قد تستغرق سنتين إضافيتين وهو ما جعل المراقبون يؤكدون أن استمرار القتال في العراق سيصبح إحدى أولويات قضايا الأمن القومي التي سيواجهها الرئيس المنتخب دونالد ترامب عندما يتولى منصبه الشهر المقبل ما يطرح تساؤلات بشأن كيف ستتحرك القوات الأمريكية على الأرض ودلالات هذا التحرك ومآلاته ولمن ستقدم الدعم في ظل مشاركة الحشد الشعبي رسمياً في المعركة بعدما كانت لنهاية العام مددت عملية تحرير الموصل لشهرين قادمين وربما يصل الأمر إلى عامين آخرين قائد الفرقة الذهبية بالجيش العراقي أكد الحاجة إلى شهرين آخرين مبرراً أتأخير إلى حرب شوارع شرسة وما وصفه بانشغال القوات بحماية المدنيين المدنيون الذين يتعرضون لأبشع الجرائم على أيدي ميليشيات الحجر الشعبي غير أن القائد العسكري الجديد للتحالف الدولي لمحاربة داعش ستيفن تونسند أوضح أن هزيمة تنظيم الإرهابي في الموصل العراقية ورقة سورية واجتثاث خلاياه قد تستغرق عامين إضافيين وأمام تباطئ سير عمليات تحرير الموصل صرح كولونيل أمريكي بأن القوات الأمريكية تقوم بعملية اندماج مكثف مع القوات العراقية بشكل قد يسرع من وطيرة استعادة الموصل وعلى رغم من نفي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي هذه التصريحات أكد قائد عسكري من القوات العراقية أن المدفعية الأمريكية المتمركزة في منطقة الشلالات شمالي الموصل بدأت في قصف مواقع تنظيم داعش في المناطق الشمالية من المدينة وأكد ذلك المصدر أن التدخل الأمريكي جاء بطلب من حكومة بغداد مؤكدا أن الإسناد الأمريكي سوف يشهد تصعضا خلال الأيام القادمة ويعتبر القصف المدفعي الأمريكي التدخل البري الأول للولايات المتحدة في الحرب على داعش ما يعني تغيرا في الاستراتيجية الأمريكية خاصة في ظل عمليات التنظيم داخل المناطق المحررة نفسها من تفجيرات وعمليات انتحارية كانت القوات العراقية قد انتهت من المرحلة الأولى بتحرير 40 حية من مجموع 52 حيا في الجانب الأيسر للموصل لبرنامج هنا رياض شادي أنور وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا رياض عن معركة الموصل وتطوراتها والقرار الأمريكي بتكثيف المشاركة فيها ينضم إلينا من عمان الإعلامي والمحل السياسي عمر صبحي كما ينضم إلينا من لندن المحل العسكري العراقي قصي المعتصم أبو عمر مساء الخير جميعا وأبدأ من عمان أستاذ عمر أهلا وسهلا بك يعني معركة الموصل قيل أنها ستنتهي قبل نهاية العام الميلادي اليوم هناك حديث أنها ستستمر ربما سنتين إضافيتين ماذا حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة طبعا التوقيت المتعلق بالسنتين يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة سيد حيدر العبادي الذي كان متفائلا بأنه من الممكن فعلا تحرير مدينة الموصل مع انتهاء عام 2016 وبداية عام 2017 لكن يبدو أن هذا التصريح كان مبنيا على القطط الرئيسية الأساسية التي تم بموجبها انطلاق العمليات يوم السبوة عشر عشر هذا التصريح يعتمد على التوقيتات تلك الخطة الأمريكية أو خطة التحالف الدولي التي اتفق التحالف الدولي فيها مع العراق مع الحكومة العراقية حول الطريقة التي يجب أن تحرر فيها المدينة والخطة العسكرية التي يجب أن تتبع ودور كل فصيل من الفصائل المشاركة في هذه العملية في معركة التحرير سواء البيش مرقة سواء قوات مكافحة الإرهاب الشرطة الاتحادية بل وحتى الحجد الشعبي الذي طلب منه أن يبقى بعيدا عن المعركة وأن يكثفي بتقديم الإسناد في الخلف وليس في الدخول إلى المعارك حتى عندما اقترب الحجد الشعبي من تلعفر أصدر القائد العام للقوات المسلحة أوامره بالتوقف وعدم الذهاب إلى المدينة وتم الاكتفاء بالاستيلاء على مطار تلعفر العسكري في ذلك الوقت بمعنى أن هذه التصريحات المتفائلة بنيت على خطة مختلفة بعد ذلك التقاطعات التي دخلت الحجد الشعبي عندما تحرك باتجاه تلعفر باتجاه الجبهة الغربية التي كان من المفترض أن تبقى مفتوحة لكي يتم فتح المجال لتنظيم داعش الإرهابي بالخروج من المدينة بعد أن يتم تسليط الضغط عليه في جبهات ثلاثة الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية والجبهة الشرقية ومن أجل الإسراع بحسم المعركة لأن هدف المعركة الأساسي كان ليس القضاء على تنظيم داعش وإنما تحرير مدينة الموصل وهذا يعني ما يجعلنا نفهم سياق التصريح الذي جاء به القائد العسكر ستيفن حيث ذكر أننا نحتاج إلى سنتين نعم القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى سنتين لكن تحرير مدينة الموصل ربما يحتاج إلى وقت أقل وهناك عدة عوامل يمكن أن نذكرها خلال برنامج ربما سرعت في وطيرة التحالف الدولي وحمسته من أجل بذل مزيد من الجهود للتسريع في عملية تحرير المدينة نعم سأعود لك سيد عمر لكن دعني أنتقل الآن إلى سيد قصي سيد قصي هناك تقريبا سبعين يوما هي الفترة التي نقضيها اليوم في معركة تحرير الموصل لكن لماذا هدأت المعركة أو انطلقت المعركة بزخم كبير وعالي ثم خبت أو هدأت هذه المعركة لتعود اليوم مرة أخرى بنفس أو بوتيرة أقل ماذا حدث خلال هذه الفترة فترة الانقطاع سيد قصي تسمعني يبدو أننا نواجه مشكلة فنية مع السيد قصي ينتقل أوعود مرة أخرى لسيد عمر سيد عمر سبعين يوما قلت هي فترة معركة الموصل حتى هذا اليوم بدأت المعركة بزخم كبير ثم هدأت ثم اليوم تعود ماذا حصل في فترة الانقطاع هذه ماذا جرى يعني الذي جرى عدة أمور منها تدخل أو محاولة الحجد الشعبي أن يفرض خطة معاكسة ومخالفة للخطة الأساسية التي وضعتها قوات التحالف الدولي بالتعاون مع الحكومة العراقية هذا أحد العوامل العامل الآخر طبعا هذا ولد عامل آخر وهو أن تنظيم داعش الإرهابي بعد أن يعني رأى أن الجبهات مقفلة بدأ يذهب إلى المعادلة الصفرية في المواجهة يعني إما الموت لأنه يعتقد أنه في كل الأحوال يعني أفراده يعتقدون أنهم سيلاقون نفس المصير ولا منفذ ولا مخرج لهم سوى أن يقاتلوا حتى الموت وهذا فرض يعني معادلة جديدة تتعلق بحركة جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان قد حقق مجموعة انتصارات جيدة وتقدم في العديد من أحياء الموصل لكن واجه مسألتين مهمتين المسألة الأولى التي ذكرناها وهي يعني تحول تنظيم داعش إلى المعادلة الصفرية وهذه ربما لم يلجأ إليها في معارك سابقة في مدن سابقة تم تحريرها وهي إما الموت إما الموت والعامل الثاني يتعلق بحياة الناس بحياة المدنيين يعني أبدأ جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الحكومية القوات الأمنية المتجحفلة معه أبدأوا التزام عالي القادة العسكريين طبعا الذين يقودون هذا الجهاز أبدأوا التزاما عاليا وفرضوا على منتسبي الجهاز الالتزام بعمليات عسكرية محدودة عندما يتعلق الأمر بحياة المدنيين بمعنى أن محاولة الحفاظ على أكبر عدد من السكان محاولة الحفاظ على البنى التحتية جعل من المعارك تسير بشكل بطيء بسبب أن تنظيم داعش أيضا أصبح يستخدم تكتيكات جديدة ليست جديدة بالمعنى ولكن على الأقل زاد من سخم هذه التكتيكات المتعلقة باستخدام سيارات مفخخة أحزم مناسف وما إلى ذلك دعنا ننتقل لسيد قصي من لندن أهلا وسهلا بك برأيك اليوم نعم سيد قصي سيد قصي يبدو أننا لم يصلح الخلل بعد أعود إلى سيد عمر سيد عمر هذا الوضع فيما يخص الموصل تحديدا قيل أن سبب التراجع أو سبب خفوت هذا الأمر هو إشكالية تتعلق بخسائر ربما منيت بها قوات النخبة وقوات مكافحة الإرهاب العراقية في الموصل وبالتالي مراجعة الخطة صار أمرا يجب القيام به صحيح كما ذكرت سابقا تنظيم داعش بدأ يكثف من عمليات استهداف القوات الأمنية وتحديدا جهاز مكافحة الإرهاب بدأ ينشر عناصره في المناطق التي تدخل إليها القوات الأمنية محررة وطبعا على أنهم مدنيون على أنهم ناس عاديون ثم يقومون بعمليات تفجير جعل الموقف حرج بالنسبة لجهاز مكافحة الإرهاب القادة العسكريين سواء الفريق عبدالوهاب الساعدي أو الفريق عبدالغني الأسدي أبدوا التزاما عاليا فيما تعلق بالحفاظ على المدنيين لذلك هذا جعلهم يحاولون أن يخففوا من اندفاع القوات الأمنية مع وجود هذه العمليات يعني هو بين المطرقة والسندان بين مطرقة أنه يريد فعلا تحقيق نصر وإنجاز وبين سندان أن هناك مدنيون وهناك خروقات تحصل عن طريق المدنيين وهو لا يريد أن يدخل في هذه المشكلة في مشكلة التأثير على المدنيين لكن فيما يتعلق بالأمريكان الذين يسرعون الآن الذين دخلوا على الخط الآن لتسريع العملية لأن هناك عدة عوامل دفعتهم إلى ذلك ويبدو أن واحد من هذه العوامل هو هذا التباطئ الذي حصل خلال الفترة الماضية يعني كنا نتحدث من المفترض أننا كنا نتحدث عن تحرير الجانب الأيسر مع بداية شهر 12 أو نهاية شهر داعش وهذا ما لم يتحقق للأسف الشديد ما زال الجانب الأيسر من المدينة أكثر من نصف الجانب تقريبا بيت تنظيم داعش وحتى المناطق التي حررت يعني ما زال فيها نوع من الهشاشة نعم لكن يعني يقال أن هناك حدث أن اجتمع العراقيون والأمريكان في خلال هذه الفترة وأقروا بخطة جديدة بموجبها يعني ينغمس الأمريكيون أكثر في معركة الموصل وهذا ما يفسر دفع الأمريكان 1700 جندي إضافي في معركة الموصل وسؤالي هنا لسيد قصي أبو عمر من لندن نعم عفوا ممكن السؤال بلازل نعم أقول أن الفترة التي لم يحدث فيها عمليات فيما يخص معركة الموصل كان هناك حديث بأن الأمريكيين والعراقيين اجتمعوا وقرروا بعد المرحلة الأولى من معركة الموصل أن يتم مراجعة الخطة التي بموجبها اليوم يكون هناك انهماك كبير لقوات أمريكية على الأرض وهو ما يفسر دفع الأمريكان تقريبا 1700 جندي أمريكي اليوم أصبحوا في الموصل حقيقة الأمر أن من كان يسيطع على أرض المعركة هم الأمريكان والخطة العسكرية بحذافيرها كانت مرتبطة مع القوات التحالف الدولي عبر القيادة المشتركة لكون كل العمليات التي كانت ترجع على الأرض تجري بإسناد جوي ولا بد لأي إسناد جوي أن يطلع على خطة هجوم أي من الوحدات مثل ما تفضل زميلك الضيف قبل قليل حول مكافحة الإرهاب القضية منذ بدايتها أنا تابعت هذه العمليات منذ اليوم الأول وأدركت أن الخطة التي وضعت كانت خطة خاطئة 100% دفع مكافحة الإرهاب لأحياء من ساحل الأيسر للموصل من منطقة جوججلي وإلى منطقة الكرامة كان هذا خطأ كبير مع تأخر الفرقة 16 من الشمال والفرقة التاسعة المدرعة من الجنوب وأيضا المحور المهم من الجانب الأيمن الذي كان من قاعة القيارة التي تمركز بها الأمريكان كان المفروض الفرقة 15 وشطرة اتحادية تندفع باتجاه مطار الموصل وبالتالي يحصل ضغط الذي حصل أن هذه الانتكاسات التي حصلت لمكافحة الإرهاب وآخرة قبل ثلاث أيام الهجوم الذي تم من قبل تنظيم داعش على منطقة جوججلي يشير إلى أن هناك هشاشة في السيطرة على المواضع التي تم تحريرها خلال الشهرين الماضيين ولذلك القوات الأمريكية رأت أن المعركة ستتحول لقضية استنزاف على مدى أشهر طويلة خاصة مع وجود الحجد الشعب الذي كان إلى أثر كبير في إدامة زخم داعش في الموصل وتأخير المعركة وتكبد العراقي خسار كبيرة دخول إلى المعركة كان خطأ كبير لتكبة القوات العراقية باندفاعهم غير المحسوب سواء بالتصريحات التي صدرت نعم سيد قصي بالتصريحات التي صدرت من قبل نعم تعتقد أنه اليوم الرئاسة الوزراء العراقية وقعت في مأزق الدفع محاولة المحافظة على زخم ربما والمحافظة على مكاسب ربما داخلية داخل العراق في سبيل معركة الموصل والتكتيك والتأثير على سير المعركة وبالتالي اليوم هي تجني أو تحصد هذه السياسة الخاطئة برأيكم؟ حقيقة الأمر أن القضية الأساسية لكسب أي معركة يجب أن يكون لديك نظاما سياسيا متماسكا تحت ظله كل قوى الشعب ومعروف الهدف هذا واحد الذي كقوة اقتصادية قادرة أن تدي بالمعركة ثم تأتي إلى القوات العسكرية نحن أمام تشكيلات مختلفة لقوات عسكرية غير متجانسة لا في التدريب ولا بالتسليح ولا بالهدف يعني تلاحظ هناك حشد شعبي ميليشيات إيرانية يقودها إيرانيون هناك بيش مرقى يقودها بيش مرقى أيضا من فلسطين عن الحكومة العراقية هناك شرطة اتحادية هناك قوات مكافحة إرهاب كلها من هذه القوات لا تعمل بشكل مباشر مع قيادة ميدانية تتحكم بكل مفاصل العملية العسكرية وخطة الموصل لا يمكن أن تكون مجزئة الخطة بكامل يجب أن تكون خطة واضحة أعد لها إعداد جيد وتتحرك القطاعات ضمن توقيتات محددة لا يمكن تجاوزها أو هناك البدائل المشكلة أنه القيادات الميدانية ليست لديها القدرة على أن تغير فيها الخطة أو تقدم شيء من قبلها إلا بالرجوع إلى قوات المشتركة والقيادة المشتركة وبالتالي تعتمد على الأمريكان في كل خطوة تخطوها هذا الموضوع وهذا الإرباك الذي حصل على الأرض وتأخذ القوات في دعم القوات الأخرى أدى إلى خسار كبير في القوات العراقية المهاجمة من جانب الأيسر تأخذ القوات بالضغط على الموصل من الجوانب من الشمال ومن الجنوب أدى إلى أن يقوم تنظيم داعش بجمع كل قواته والهجوم عكسي باتجاه قوات مكافحة الإرهاب وهذا اللي لاحظناه بالخسائر الكبيرة وأدى أخذ قوات الأمريكية نعم متضحت الفكرة سيد عمر برأيك بعد هذا الاختصار أو بعد هذا الموجزة الذي قدمه السيد قصيب بشأن ما تم خلال هذه الفترة يبدو أننا نواجه إعادة هيكلة لعملية الموصل إن صح التعبير في هذا الوقت الذي تمت فيه إعادة الهيكلة يبدو أن أيضا تنظيم داعش أعاد تنظيم صفوفه لمهاجمة أكثر قوة ربما على مستوى المعركة ربما هي التي دعت الأمريكان اللي يقولوا اليوم أن المعركة ستستغلق وقتا ربما سنتين إضافيتين دعني أقول لك أن الأمريكيين كانوا مدفوعين بعدة عوامل فعلا للدخول على الخط بشكل أكثر حيوية وعدم الاكتفاء بوضع الخطط وتوفير الغطاء الجوي وتكليف العراقيين وحدهم بتنفيذ هذه الخطط هم الآن قرروا أن يدخلوا على الخط وأن يكونوا جزء من العمليات الميدانية وأن يكونوا جزءا فاعلا في هذه العمليات الميدانية والقصف المدفعي الذي تم هو تطور كبير نتحدث عن أن هناك 1700 جندي أمريكي سيشاركون هناك كلام عن أن هناك أعداد أخرى من قوات التحالف ستشترك لن يقتصر ذلك على القوات الأمريكية وإنما حتى قوات أخرى من بلدان أخرى ربما سيصل العدد إلى 5000 مقاتل تابعين للتحالف الدولي عمادهم الرئيسي هم قوات أمريكية ستكون مشاركة في عمليات التحرير البرية والأمريكيين مدفوعون طبعا بأن الروس من جهة حققوا نصر في حلب كما يحلو لهم أن يصفوا ما حصل بأنه نصر في حلب بغض النظر عن التوصيف الأمريكيون يشعرون أنهم أيضا يحتاجون إلى نصر في الموصل هذا التحرك العسكري الجديد له آثار جيوسياسية على المنطقة على الموصل تحديدا خصوصا أن هناك مشكلة تتعلق بمناطق متنازع عليها دخول الأمريكيين سيخفف كثيرا من هذه الشهوة التي لدى البعض بتحقيق آماله بالاستيلاء على الأراضي وفرض أمر واقع على الأطراف العراقية الأخرى بالتالي هناك عدة عوامل تدفع الأمريكيين فعلا للدخول على الخط بشكل مباشر وأن يكونوا جزءا من العمل الميداني بعد أن كانوا يكتفون بوضع الخطاط وتوفير قطاع الجوي للقوات البرية نعم وتقديم الاستشارات أنتقل إلى سيد قصي برأيك هل هذا التدخل أو التدخل أكثر جرأة من قبل الولايات المتحدة كيف سيتم التعامل معه من قبل واشنطن التي ترى أن الحشد اليوم الحشد الشعبي لديه أيضا كما تفضلتم حضور ربما هي تستطيع التفاهم مع البشمرقة ربما هي تستطيع التفاهم مع القوات النظامية العراقية لكن الحشد كيف سيتم التعامل معه ومع باقي أيضا الميليشيات الإيرانية تسمعني سيد قصي يبدو أن نواجه اليوم مشاكل في الاتصال مع لندن لكن أعود مرة أخرى سيد عمر سيد عمر كما قلت قبل قليل هناك محاولة للأمريكان لتقديم أكثر من موضوع الاستشارات وقيادة العمليات من الخلف إلى موضوع المشاركة فعليا كيف ستتصرف الولايات المتحدة اليوم كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع وجود ميليشيات إيرانية الحشد إلى آخره يعني دعني أقول لك طبعا أنا جزء من السؤال لم أسمعه لكن جزء مهم أيضا سمعت منه كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الحشد والميليشيات الإيرانية توضحت هذه النقطة دعني أقول لك أن الأمريكيين اليوم في طور البحث مع الحكومة العراقية حول من يجب من الفصائل المنضوية تحت راية الحشد الشعبي أن تشارك ومن يجب أن يتم استبعادها يعني طبعا الحكومة العراقية محرجة تجد نفسها غير قادرة على أن تقدم هذا الفرز للجانب الأمريكي لكن الجانب الأمريكي حريص وهو يقوم بالتسليط ضغوط كبيرة على الجانب العراقي من أجل أن تقدم الحكومة العراقية فرزا واضحا مقنعا أيضا للأمريكيين فيما تعلق بالفصائل التي يسمح لها بالمشاركة وتلك التي يجب استبعادها من أن تكون موجودة في المعارك في معارك تحرير المنضوية هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ على المشاركة يعني إلى حد ما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك حشود عشائرية يعني تنتمي إلى المنطقة نفسها إلى محافظة نينوة ذاتها إذا تكلمنا عن بعض فصائل الحجد الشعبي المرتبطة مباشرة بالحكومة والبعيدة عن التأثير الإيراني نوعا ما إلى حد ما نستطيع أن نقول أن هذا إلى حد ما ممكن لكنه طبعا ستكون له مخاطر وسيكون تحدي خطير بالنسبة للحكومة من جهة وبالنسبة للأمريكيين أيضا باعتبار أن الدخول جهة مرتبطة بأجندة مختلفة تماما عن الأجندة التي يراد تحقيقها في الموصل التي جعلت هدفها الرئيسي وتحرير المدينة لا شيء آخر يعني العراقيون يريدون تحرير مدينة الموصل الإعباد يبحث عن نصر فيما يتعلق بتحرير مدينة الموصل أما الأطراف الأخرى أو بعض الأطراف المرتبطة بأجندات أخرى ربما تبحث عن شيء آخر تريد أن توفر مجالا جيوسياسيا لدولة أخرى هذا موضوع آخر والأمريكيين يدركون ذلك بالمناسبة شكرا لك سيد عمر صبحي كنت معنا من عمان أشكرك أيضا وأعتذل منك سيد قصي أبو عمر على سوء الاتصال